بسم الله والصلاة والسلام علي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم أبو مريم التونسي إزايكم عاملين رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة أنا مكنتش عايز أتكلم فيه ومكنتش عايز أعمل الفيديو ده أصلا من زمان بس الطلب مني أكتر من مرة وكزا حد سألني في الموضوع ده اللي هو هل يا أبو مريم مسك الحمام حرام ولا حلال هل ينفع أن أنا أكون بنشي حمام وأمسك حمام حد واخده لي طب هل لو أنا جي حمام عندي ينفع أخده لي طب هل لو أنا في حمام بري قريب مني ينفع أصطاد منه أو أمسك منه حمام أو لو فيه برج قريب مني وبيجي عندي منه حمام ينفع أن أنا أخد الحمام ده ولا لا إن شاء الله هشرح لكم أن النهاردة الموضوع ده بالتفصيل من ناحية العرفية ومن ناحية الدينية تمام كده أولا أنا مش شيخ بس أنا دارس في الأزهر وعارف فين الحرام وفين الحلال الحلال وبين والحرام وبين وفيه برضو مقولة بتقول استفتي قلبك ولو أفتوك تمام كده استفتي قلبك ولو أفتوك يعني أنت حاسس به قبل ما نخش في الموضوع ونبدأ في الفيديو اعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو ده ياخد حق ويظهر لكل الناس ولو أنت مش مشترك في القناة انزل تحت الفيديو ودوس على كلمة اشتراك ويريت تتفرج على الفيديو ده كامل للآخر هتستفاد منه ومش هتخسر أي حاجة أولا يا جماعة موضوع مسك الحمام حلال ولا حرام هناخدها نقطة نقطة كده وموضوع موضوع لحد ما نوصل لهدفنا أو غرضنا أولا مسك حمام البري أو الحمام البري اللي هو الحمام الجبلوي أو الحمام بتاع الغبات أو الحمام بتاع الصحرة أو الحمام اللي هو ملوش صاحب اللي هو الحمام زي اليمام والعصفير اللي طايرة في الهوى دي بيكون فيه حمام بري أو حمام بري طاير في الهوى ملوش صاحب طاير في الجو وفي السماء ملوش صاحب بيعيش وبيبيض وبييتكاصر في الغبات او على الاشجار او في الجبال او في اي مكان فده ماجه مش حرام او صيده مش حرام لان هو مالوش صاحب خشه على الحاجة الثانية اللي هي مسك حمام البروغ او انت جاء عندك حمام من البروغ وقفلت عليه او جاء عندك حمام من البروغ وانت سايبه مفتوحه اولا مسك حمام البروغ هو طالما معروف البورج ده بتوع مين يبقى الحمام دה بتاع فلان ماينفعش ان انت تمسك حمام فلان ثانيا لو الحمام ده جي عندك لوحده وانت حبست عليه فهنا انت كاينك انت اللي مسكته بنفسك كاينك انت اللي سرقته كاينك سرقته خليك فاهم دي كويس طيب الحاجة التالتة لو الحمام ده جي عندك وانت سايب الحمام مفتوح عليه وما قفلتش عليه فهنا انت مش جابر الحمام ان هو يقعد عندك فهنا الموضوع انا شايف ان هو مفهوش حرموني بس لو الحمام ده قعد عندك واشتغل عندك وانتج عندك. وانت متعرفش صحبه فين. يبقى توديه لصاحبه طيب. انا ما عرفش صاحبه. والحمام قعد عندي واشتغل عندي وانتج عندي. حاجة من الاتنين. يا اما اطلع سعر الحمام ده لواجه الله. تمام؟ اطلع سعر الحمام ده لواجه الله. يعني انا مثلا جالي فرد حمام بلدي. تمام? سعر جوز البلدي خمسين جنيه. يبقى الفردي ده بخمسة وعشرين جنيه. هطلع الخمسة وعشرين جنيه دي الوجه اللي. تمام كده? اطلعها لوجه اللي. احطها في صندوق صدقات صندوق زكاية. احطها. اديها لحد غلبان. اديها لحد فايير. اديها لحد يتيم. اجيب بيها حتى ازا ستين مية. اديهم لحد عطشان. اجيب ان احنا ناخد اه انتاجهم او الانتاج منهم مسلا نطلعه لوجه اللي. يعني انت خدت الزكر تمام او نتاية. واتجوزت الزكر عندك واشتغلت. طلع زغلولين. زغلولين طبعا بسعر النص الاهالي او بسعر الاهالي ما فيش مشكلة. طلع زغلولين لوجه اللي. وبعد كده بيتي الانتاج خده ليك. طالما انت متعرفش صاحبهم. وانت مش حبسه. خليك مركز في الحتة دي. انت مش حبسه. هو قاعد عندك بقراطه. انت سايب له المكان مفتوح وهو ما بيمشير. هو قاعد عندك عشان هو خد على المكان. تمام كده? فهنا برضو مش حرام ان انت تخليهم وتنتج منهم. بس بشرط ان انت تطلع اه سعر اه الحاجة اللي انت خدتها لوجه الله. او تطلع اه انتاجهم لوجه الله. اول عش من انتاجهم لوجه الله. بعد كده خد انتاجهم ليك. تمام? وده كلام انا سمعته من شيوخ. من شيوخ. ناس علماء دين. تمام كده? طيب. الحاجة التالتة بقى. اه الموضوع التالت اللي هو موضوع اه نش الحمام. والمضاربة في نشر الحمام وفي حاجة اسمها حمام الدريبة. او ضرب الحمام. تمام كده? او لف الحمام. كلها لها معنى واحد ان هو انت بتمسك فرد الحمام. في لحظة فجأة. بحيث ان فريد الحمام ميهربش منك. تمام كده? طيب الحمام بتاع مين? الحمام ده بتاع جارك اللي جنبك اللي بينشي حمام او الغية اللي بعيد عنك اللي هناك دي. اللي اوضل هنا او العشة او السلاكة او البلكونة واحد جنبك قريب منك بينش حمام سواء انت متفق معاه على ان انتو اه اللي تروح عنده حاجة عند التاني يمسكها وياخدها وحلال عليه تمام سواء مختلف معاه فهي سواء انت متفق او مش متفق هنا في حاجة لو انت خدت حمامي وانا متفق معاك على اساس ان انت الحمامة التي تمسكها اخدها برضه هيكون في جوايا ضغينة من ناحيتك يعني ايه ضغينة كر حقت غل زعلان انا متضايق ان انت مسكت مني فرد حمام فايزا انا بعمل اقصى ما في جوه دي ان انا مسك لك فرد حمام ومسك لك اتنين ومسك لك تلاتة كمان ان هو بيبقى مركب مضارب على السقف بتاع الغية من فوق المضرب ده عبارة عن خشبة وفيها شبكة اه اه او شبكة خيوط تمام ديئة لما فرد الحمام بينزل مثلا وقف على الجنب ده في الغية فانت لك اه شئ شدات بتشد منه المضرب ده تمام كده يعني زي نظام حبل بتشد منه والمضرب ده بسستة فمجرد زي مسيادة تمام كده انا بسط لك الفكرة عشان الناس الملاش في الناش تبقى فاهم الموضوع ايه زي مسيادة اول ما بيجي فرد الحمام بيقف على الظاهرة عندك بتروح شادد الحبل ده يروح قافل على فرد الحمام مكتب فرد الحمام كده تحت الشبكة طبعا الغاوي بيروح يروح واخد فرد الحمام ويروح حطه في باب وقافل عليه تمام اذا انت هنا خدت مال الغير بدون حق تمام كده خدت مال الغير بدون حق لانه ممكن يكون فرد الحمام ده بخمسين جنيه بمية جنيه بميتين جنيه بالف جنيه بالفين جنيه في ناس بيضيع منها فرد الحمام غزور مسلا بخمس ست الاف جنيه يروح يوقف على اي ظاهر هبه يتمسك يجي بقى يلف على كل الغواء يقول لهم انا ضاع من عندي فرد الحمام غالي مجاش عندك فرد الحمام مواصفاته كذا كذا مجاش عندك لأ مجاش 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 لأ فكله بيقول لأ حتى اللي جاء عنده بيقول لأ فاذا هنا انت سواء قلت له اه او لأ اه طبعا لو قلت له اه هيقول لك انا عايزه مفيش مشكلة لو قل اللي كان عايزه لازم تدهوله حتى لو هتاخد منه مقابل بسيط لازم تدهوله بس تاخد منه مقابل بالرضى النفس بطيب النفس طبعا كان في مرة عندي فرد حمام كوشك ابني دي طار مني ويوقف على سطوح فغاوي الناش اللي شافه اه قال لي ما شاء الله فرد حمام جميل ده يعمل له بتعمية جنيه تمام هو فرد الحمام كان اغلى من كده بكتير يعني فانا طبعا اه عشان اه انا عارف ان هو ممكن يمسكه فاقلت له لو مسكته هاته واخد انت ايه من المي الجنيه دي تمام او خد ابنه خد شاب من من عياله بداله يعني انت مسكت فرد الحمام ده تعهديك ابنه نفس المستوى بس شاب لسه مش مش شغال يعني عليه ريش تمام كده فطبعا ما عرفش الصراحة مسكه او ما مسكوش او راح عند حد تاني ومسكو ولا لا ودورت طبعا وسألت عليه هنا وهنا وفي الاخر ما وصلت له فكل انا اريد اوصله لك انت لو عرفت مين اللي واخد حمامك وتأكدت ان هو واخده هتبقى كاره وعايز تردله الموضوع باي شكل فهنا بتبدأ ان يكون فيه كرة وضغينة اما بين الناس فعمة اكل ماء للناس بدون حق حرام ان انت تاخد حاجة حد بدون قبول او بدون رضا منه حرام ان ان هو اه يسألك على الحاجة وتقول له مش عندي وهي عندك حرام انت لو عارف الحمامة دي بتاعت فلان لازم تسيبها له او ترجعها له او تقول له تعالى اخدها حتى لو انت فيه تفاخر منك جواك ان انت مسكت حاجة من عند فلان ده خلي التفاخر ده ما يبقاش كبر لان الكبر مش هيدخلك الجنة فنبعد عن موضوع الكبر شوية خلينا فيه اه موضوع الغواية الغواية فيها تنافس وفيها اه روح جميلة والنش الحمام من امتع الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك ان انت تنشي حمامك وتتفرج عليه وهو طير وبيلف وبيعمل وبيسوي ومن امتع الحاجات ان انت تمسك فردة حمام بس لما تمسكه سيبه عرف صاحبه ان انت مسكته وسيبه اه يعني مش عارف اقول لك هو حرام هو في الاول وفي الاخر حرام فمش عايزين نحللها باي شكل من الاشكال هي حرام عرف صاحبه ان انت مسكته وسيبه او سيبه انت منك لنفسك صدقة صدقة انت ممكن تعملها كصدقة ان انت تأكله وتشربه وتسيبه جالك فردة حمام وعندك تعبان عيان عالجه وسيبه حمام بتاع سباء بيبقى طبعا في السبايات الحمام الزاجل اه بيبقى موجهد جدا وتعبان جدا من المشوار او المكان اللي هو فيه او عطشان او جعان فبينزل يأكل من اي غية فممكن انت تمسكه ممكن يدخل يحبس عندك في باب ممكن واحد يضربه بشبكة ممكن يكون هو عيان وينزل يقعد عندك يريح عالجه وبعدين سيبه او شوف صاحبه فين ودور عليه وادهوله بس يا جماعة مسك الحمام واخده واستحلال الحمام ان انت تستحل الحاجة وتاخدها كأنها حلال عليك وملك ليك حرام فده كل اللي انا كنت عايز يصنع لكم النهاردة وبحاول بقدر الامكان ان الكلام ما يكونش فيه حدية جامدة عشان انا ما بحبش المناقشات العنيفة انا بحب اطلع بره عن موضوع المناقشات العنيفة فالموضوع من وجهة نظري ان هو حرام شرعا وقانونا وعرفيا وكل حاجة مفهوش رضا مفهوش قبول ابدا والله ما فيه اي قبول يا جماعة ما فيهش اي حد يقبل على نفسه ان هو يتمسك له فرد حمام نفس النظام اللي متقبلوش على نفسك متقبلوش على حد لOb. ما تمسكش حاجة حد ولو مسكت حاجة امسك اجش عشان تثبت لنفسك ان ان تستمسكها وبعد كده يذهبها بس ده كل اللي انا اقدر اقوله لكم ويارب ما نكونش ااااااااا اطولنا عليكو او دقيقوا بالكلام اااااا اياريت اكون يtreتفق فيكم بالموضوع ده ووصليكم معلومة بالشكل السهل ومبسط جميل اللي احنا بنحبه ونتعود عليه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو ياخد حق ويوصل لكل الناس ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يجي لك اشعار بأي فيديو جديد ولو عجبك الموضوع بتاع الفيديو ياريت فضلا وليس امرا منك تعمل مشاركة الفيديو ده على صفحتك على الفيسبوك او على اي جروب حمام على الفيسبوك عشان الفيديو ينتشر والناس تعرف المعلومة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم ومريم التونسي